انعدام كلي للمشتقات النفطية هنا في مدينة الغيظة مركز محافظة المهرة كما هو ملاحظ هنا في توقف المحطة الرئيسة لشركة النفط اليمنية وعموم المحطات التجارية عن العمل نتيجة نفاذ خزانة الوقود وعدم وصول أي كميات جديدة منذ أسبوع الروح المشي للمدرسة والمدرسة بعيدة الروح مشي لا توقع السيارات كان من قبل فينا ونروح بسيارة الآن لا يوجد بترون رح مشي يتحدث المواطنون هنا عن التأثيرات الجسيمة لاستمرار انعدام الوقود على المعيشة وفقدانهم القدرة على تسيير يوميات عيشهم خصوصا المسافرين على الخط الدولي مع دول مجاورة إلاوة على شل الحركة التجارية من ميناء نشطون ومنفذ شحن العدودي المدة أسبوع والبترون من قطع تماما هذا الشيء يؤدي إلى مضايقة الناس والناس الذين يتون من البوادي للعلاج ومنعدم هذا الشيء الطلاب المدارس تشوف الأشوار الآن خالية من السيارات البترون من قطع بشكل غير عادي ولا في محطة حتى في سوق السودة بعض الناس حول أن يبيحهم 30 أربعين ألف ولا تحصلها توقف شبه كليا لحركة الحياة نتيجة انعدام الوقود منذ أسبوع كما هو ظاهر هنا من قلو شوارع المدينة من حركة المركبات ياسر محمد لقناة بلقيس المهرى